موسيقى موسيقى بعمل أكسسوارات كلها شغل إيدي من الخرز الياباني مع حجار الشواروسكي أنا بالنسبة إلي هاي تجربة الأولى خارج القدس وبفكر إنه إلها أهمية كتير كبيرة لأنه ما ننسى إنه إحنا محاصرين بس بالقدس والأسواق لنا مش كتير مفتوحة وحلو إنه نطلع من إطار القدس ونشارك في معارض في بلاد تانية داخل فلسطين حتى حتى الناس تتعرف على المقدسيات والمشاريع اللي عندها موسيقى موسيقى إنه مهرجان جميل جداً وهميته إنه النساء المقدسيات اللي بعملوا كل هاي الأعمال الحرافية بإيدهم موجودين في مدينة نابلس لعر المرتجاتهم أكيد إحنا في وزارة السياحة دائماً منشجع مثل هيك المبادرات لأنه منعتبرها يعني تأكيد على هويتنا الوطنية في الوقت اللي إحنا نعيش فيها تحت احتلال موسيقى موسيقى لليوم محافظة نابلس وبلدية نابلس ومعظم مؤسسات وفعاليات الوطنية في محافظة نابلس تحتضن أبنائها والنساءها وبناتها المناضلات المرابطات من محافظة القدس فاليوم هو صباحنا كان مميز صباحنا بلس مقدسي بامتياز ليس غريباً على مدينة نابلس أن تحتضن هذا المعرض وخاصة أن نابلس هي مدينة الثقافة وعاصمة الثقافة لفلسطين موسيقى 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 الوضع في القدس والتسويق بالقدس سيء لأنه الناس بالقدس مش بتوفر السيولة قصة الضرائب بالأجرات الدور المعيشة كتير غالية والناس عمالها بتوفر الزاد لعيالها أكتر من ما بتطلع على قصة حليه أنا من القدس من البلدة القديمة سماحة سيوم شاركت اليوم أغير أنا شتركت كتير بعدة مزارات في القدس وحبت اليوم أشترك في نابلس أنه نغير وأنه الناس تعرفنا وإن شاء الله من توفق فيه المهم أنه خارج البلد أنه الواحد يعرف أيش الفلسطين المقدسيات شو بيشتغلوا في البلدة القديمة وأنه عشان الأوضاع السياسية أنه شوي سيئة في البلد فالواحد بحبي يطلع يغير أنه عشان يعرفوا أيش المدى الشغل بيشتغلوا للمقدسيات هذا الشغل بتنتجه سيدات مستورات الحال يعني إحنا عنا جمعية اسمها جذورنا منه إنه تسويق لأشغالهم وتعابهم معنا وإنتي زي ما إنتي شايفي شامل يعني هذه الموجودة كلها عينات إحنا كنا شعب واحد بس حلو إنه إحنا نتعرف ونيجي عبعض ونعرف العادات والتأليد ونعرف المكان نعرف تطريز وين وصل كيف الوضع عندهم بنابلس اشتركوا في القناة